مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا كيفكن شو اخباركن ان شاء الله بخير مبسوطين معكن خالد نصرة مرة تانية مع قصة جديدة وفكرة جديدة بهاي الحلقة رح خبركن قصة جديدة هاي القصة عن سفرتي على مدينة مونتونيغرو ورح احكي لكن شو رأيي بهذا البلد وشو سويت هونيك وكمان رح احكي عن الإيجابيات والسلبيات بهذا البلد وطبعا قبل ما نبلش متل عادة هادا الصيف قررت اني اروح على بلد مونتونيغرو رحت على مدينة اسمها وخلينا نبلش هادا الصيف قررت اني اروح على بلد مونتونيغرو رحت على مدينة اسمها بودفا وهي المدينة بصراحة كتير حلوة برأيي لانه فيها البحر والجبل بنفس الوقت ونسيت لكم انه اخي ساكن هونيك فانا رحت مشان شوف المدينة وغير جو واستريح واتصل مع الطبيعة والبحر وكمان قضي وقت مع اخي بشكل عام مدينة بودفا في كتير اشياء ممكن تعملها يعني ممكن تتسلق الجبال او تتشمس على البحر وتتمشى بالمدينة القديمة كل يوم كنت اعمل شي جديد مرة كنت روح على الجبل واعمل تسلق واتأمل بالطبيعة ومرة كنت روح على البحر واسبح وتشمس واحيانا بالمساء كنت امشي بالمدينة القديمة مشان المدينة القديمة فيها جو كتير حلو وبتذكرني بالمدينة القديمة بدمشق الشي الممتع بمدينة بودفا انه فيها كتير اشخاص من مختلف انحاء العالم خاصة الروسيين في كتير روسيين وهذا كان مفيد بصراحة مشان متل ما بتعرفوا انا بحكي اللغة الروسية فكان عندي الفرصة مشان احكي الروسي بمدينة بودفا الشي السلبي الوحيد يلي ما حبيته ببودفا هو انه بشهر اب اوغست في كتير ناس وعجقة فاذا بتكن تجوا تعالوا بشهر تموز او ايلول ضليت تقريبا اسبوعين بمدينة بودفا والله كانت تجربة كتير حلوة مشان كان عندي الوقت ليركز على حالي وفكر واتأمل وكمان البحر خلاني اكتر مرتاح مشان انا ما بحب حياة التكنولوجيا والنوتوفيكيشن ومؤخرا بلشت حب الجو الطبيعي رحلتي على بودفا عطتني الفرصة انه اتصل مع حالي ونفسي وافكر بشو انا عن جد بدي بالحياة نحن عايشين بوقت وين في كتير تكنولوجيا وتشويش من الاخبار وتيك توك وانستغرام يلي بتعطينا افكار يلي معظمهم مش افكارنا فديروا بالكن مشان هيك كتير مهم انه انتو يكون عندكن وقت لحالكن بدون تليفون بدون كمبيوتر واخبار سلبية وتقضوا وقت مع الطبيعة والاشجار والبحار والجبال حتى تساعدكن تفهموا حالكن ونفسكن وتفهموا شو بدكن بالحياة ممتاز شباب هاي القصة اليوم تفهموا حياتي تفهموا حياتي ويشوفكم المرة الجاية مع السلامة